لم تتغير عدسة واشنطن في تحديد مسارات النظر إلى ما يحدث من تغييرات أمنية وعسكرية في الشرق الأوسط العراق وسوريا على وجه تحديد تحت المجهر الأمريكي لمراقبة تطورات النفوذ الإيراني بالصورة الأعمة وتمدد خلايا تنظيم داعش في الميدان وهم المؤشر الأكثر ثباتا في معدلات الخطر لتلك التطورات الذي يقف خلف اهتمام البنتاجون بتقديم توصية لإجراء مراجعة إضافية حول متطلبات التموضع في المنطقة التموضع الذي تعيه أمريكا بالضرورة بقاء نفوذ عسكري لها بالتعاون مع أقلائه الأقليميين تحقيقا لسياسة أمريكية ثابتة مهما تغيرت رئاستها وبما يعني ضرورة وأهمية أن يبقى معيار التصدي لممارسة إيران في المنطقة برا وبحرا وجوا التصريحات الأمريكية تأتي في آخر شهر يسبق موعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية القتالية من العراق بحسب اتفاقات الحوار الاستراتيجي الذي أرادت من خلاله بغداد التمهيد لمرحلة جديدة من حيث صناعة العهد الجديد في العراق والذي يعني ضرورة أن تتحول مهام القوات الأمريكية لاستشارية وتدريبية لكن الصورة الأكثر دقة والتي تؤكدها أمريكا ما بدت عليه الممارسات الإيرانية والتي تطورت لمعيار خطر جديد يتمثل باستخدام الطائرات المسيرة وزراعة نفوذ لها ليستخدم ويصنع ويضرب بتلك المسيرات في العراق وسوريا واليمن كل ذلك محسوب ومدروس عند أصحاب القرار العسكري الأمريكي خشية أن لا تحقق إيران ما تصب إليه تحديدا في مشروعها النووي الذي تسعى لتحقيقه باستقلال العراق وسوريا أرضا خصبة للضغط على واشنطن أو محاولة لي الذرع اشتركوا في القناة